على كل حال خليني برضو أروح مع حضراتكم ونتكلم شوية برضو في أو نتطمن خلينا نقول برضو على بعض اللعيبة وتحديدا هنا لو أنا هتكلم عن كولر وخطته كمان لتطوير يعني اللعبين أعتقد حاجة كانت أكثر من رائعة لأن ده بيرجع في الأول وفي الآخر تاني هقول للمدرب اللي بيعرف إزاي يطلع أفضل ما في اللعيبة وإزاي يطور مهاراتهم وإزاي كمان يخليهم يقروا بعض في الملعب دي مش سهلة لما جينا منتكلم أبا كده عن روح النادي الأهلي روح النادي الأهلي يعني إيه يعني إيه روح النادي الأهلي يعني إيه روح التشيرت الحمرة أو الفانيلا الحمرة قصة إن أنا فيه تناغب بين اللعيبة قصة إن أنا اللعيبة بتاعتي وأنا بتفرج عليها يا فاهمة بعضك كويس قصة إنه لما يبقى فيه لعب مش موجود أنا لا أشعر بعدها موجود وكل دي حاجات كتيرة جدا بتخليك في الآخر عندك روح الفانيلا الحمرة اللي حين نتكلم عنها شفت اللعيبة بتاعتك جاهزين بشكل كبير جدا بدنيا وذهنيا لو حتكلم كمان تحديدا خلوني أو اسمحوا لي عن إمام عشور والمشهد اللي انتشر بشكل كبير برضو على السوشيال ميديا لناس كتيرة يعني سعب عليها وعملوا شارب للصورة دي يعني على السوشيال ميديا حتيدة على تويتر أنا شفت كم شارب الألاف كبير جدا وفكرة لما خرج وهو بيعيد بعد الإصابة يعني أعتقد ده كان أسوأ مشهد في المباراة مبارح كان إصابة يعني هي كدمة طبعا في الكاحل وعلى أثرها للأسف الشديد حيغيب عشر أيام يعني وبالتالي حيغيب طبعا عن كبال معسكر منتخب مصر ومفروض يعني زي ما بتقال اللي احنا سمعناه آخر حاجة مفروض تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لعب الأهلي بعد إصابة إمام عشور عشان يروح هو لسفوف المنتخب على كل حال أمر أكيد يعني كنا نتمنى عدم حدوثه ناس كتيرة كان بتقولك يعني إمام عشور فعلا فعلا صفقة أكثر من رائعة تحديدا في الآخر أو آخر ثلاث مطشات لا إمام عشور كان متقلق جدا أثبت نفسه بشكل كبير جدا قصة كمان إن هو ينال حب الجماهير بهذا الشكل برضو أنا بشوف مش ده بس نجاح داخل الملعب ده نجاح كمان خارج الملعب لو حضراتكم تشوفوا قد إيه كان فيه ناس عاملة شار مبارح هو بتتمنى الشفاء لإمام عشور هتفهم قد إيه هذا اللاعب اندمج بشكل سريع مش هقول كبير بس سريع داخل النادي الأهلي وكمان داخل جماهير النادي الأهلي